الزهور من إيران تقول هناك امرأة تكتب دعاء لجلب الرزق وبيع الأملاك إلى آخره تقول عندنا بيت ما في أحد يشتريه وهذا البيت هل يجوز أن أذهب إلى هذه المرأة يا زهور من إيران بارك الله فيك بالنسبة للذهاب إلى هذه المرأة التي تكتب مثل هذه الحروز و مثل هذه الحجب أو تكشف عن بعض الأمور محرم ولا يجوز وهذه كاهنة أو عرافة و مشعوذة و دجالة وهذه من أعوان الشيطان ولذلك يحرم عليك يا أخت الفاضلة الذهاب إلى مثل هذه المرأة أو غيرها و ذلك لأن هذا كان موجودا في الجاهلية فأبطله الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما جاء في الحديث الآخر من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم و لذلك بيع البيت عندك أو تأجير البيت هذا يكون بسبب طبيعي يعني بمعنى أنك أنت تضعي اللوحة تقول هذا البيت للأجار هذا البيت للبيع أو تذهبين إلى مكتب عقاري وتقول له هذا البيت نحن نريد أن نبيعه فهو عنده أساليب وسائل يروج فيها لقضية البيع أما تذهبين إلى كاهنة تعملك حرز أو تعويذة أو شيء هذا من عمل الشيطان هذا من عمل الشيطان كيف الآن تفسدين عقيدتك وإيمانك وإسلامك بمثل هذه القضايا كيف تبعين دينك وعقيدتك علشان دنيا لا يجوز يا أخت الفاضلة لذلك نبه أهلك وأقاربك ومن من حولك أن يحذروا من الذهب إلى هؤلاء الكهان والعرافين هذا الطريق يؤدي إلى النار نسأل الله العافية والسلام ولذلك من المهم جدا الانتباه والحذر وهذه المرأة ما قام سوقها إلا لوجود مثل هذه القضايا من أناس يجهلون الأحكام الشرعية أطربوا العلم الشرعي تعلموا أمور العقيدة الصحيحة تعلموا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كان موجود مثل هذه القضايا التي والعياذ بالله هي من سبيل الشيطان فأبطلها وزجر عنها ونهى عنها وحرمها وتوعد النبي عليه الصلاة والسلام على من سلك هذا المسلم فاجتني بيها وتوكل على الله وابذل الأسباب الطبيعية أسباب الطبيعية التي عليها الجميع الناس على مثل هذا السبب أما قضية اعتقاد والله ليش ما يباع في حسد في عين هذا ما يصلح ما يصلح تحير للسحرة ولا للدجارين تتوكلين على الله وتسألين الله عز وجل التيسير وتسألين الله الرزق هذا الواجب على الإنسان ترجمة نانسي قنقر